في أول أسبوع عرض له حل فيلم هوت بورسوت في المرتبة الثانية وجمع إرادات تجاوزت 17 مليون دولار وتلعب دور البطولة في الفيلم النجم ريس وذرسبون إحدى أعلى النجمات أجراً في هوليوود ريس وذرسبون ممثلة أمريكية من مواليد 1976 هذه الفنانة التي وصفت بالمحظوظة في المجال الفني بدأت منذ سن السابعة في الإعلانات التلفزيونية ولعبت دور البطولة في أول فيلم لها غمان أنزمون ونجحت في أول تجربة سينمائية لها وأشاد العديد من النقاد أدائها المتقن ونالت ترشيحاً لجائزة يونغ آرتست دورها الرئيسي في الفيلم عام 1991 شاركت وذرسبون العديد من نجوم السينما أفلام ترشحت لجوائز عالمية منها فير مع النجم مارك وولبرغ وفيلم أوبرنات ديليفري مع النجم بول رود لكنها حققت شهرة واسعة في فيلمها ليغالي بلوند عام 2001 ومن بعدها لم يعد في أفلام عديدة نالت إعجاب النقاد والجمهور أبرزها ووك دي لاين وهاو دي ينوه وواتر فور إليفنتس ووايلد وذي كود لاي أما بالنسبة للجوائز السينمائية فحصت وذرسبون على الأوسكار والغولدن دلوبس عام 2006 لدورها بفيلم ووك دي لاين وترشحت الجوائز الأخرى 46 مرة أبرزها جائزة البافتة لدورها بفيلم وايلد والآن تعمل وذرسبون على مرحلة الإنتاج الأولى لمسلسلها الجديد بيغلت لايس بمشاركة النجمة نيكول كيدمان